شارك اسم الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل في اجتماع لجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بالدوحة في دولة قطر الشقيقة ويأتي ذلك في إطار التحضير لانعقاد الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الرابع من سبتمبر الجاري وقد أقرت لجنة الوكلة في اجتماعها جدول أعمال الاجتماع الوزاري العاشر ومشاريع القرارات المرفوعة لها للعرض على أصحاب المعالي والسعادة الوزراء لإقرارها وقد بحث وكلاء وزارات العمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا العام ومنها بحث تنسيق أعمال الفرق واللجان الفنية الخاصة بتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي وبتنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل ومناقشة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تبادل الخبرات بين وزارات العمل بدول المجلس اشتركوا في القناة